أبناء مصر الأوفياء قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإعداد جدول زمني يشمل الفترات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح وإعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين وقالية الطعن عليها ثم إعلان القائمة النهائية وتحديد بدء فترة الدعاية وموعد التنازل ونشره وبدء فترة الصمت الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل وإعلان نتائجها ومن بعدها انتخابات الإعادة في الخارج والداخل وأخيراً إعلان النتائج النهائية وقد كان من أهم محاور تحديد ذلك الجدول أن يكون داخل مدة الأشراف القضائي الذي نص الدستور على انتهائه في 17 يناير 2024 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر